طيب عايزين نعمل بقى على كامرة بتاعتنا دي. طيب دلوقتي انت عاملك شكل المومنت او شكل العزوم بقيت عاملة ازاي? نتيجة طبعا اللي كان كده بقى فيه في الاتجاه ده طيب ونتيجة الهوريزونتال لود برضو اللي كان كده بقى فيه في الاتجاه ده طيب ايه اللي انت لازم تروح تتشك عليه? انت نتيجة اللي كان عامل كده ده لو انت قسمت الشاشة اربعة اربعة من محور اكس وده محور واي فهو تحت بيشد وفوق بيضغط يعني تحت بيشد وفوق بيضغط نتيجة المومنت الواي ده ايه اللي بيحصل برضو شمال الشاشة بيشد ويمين الشاشة بيضغط فانت هتلاقي اللي انت مفروض تروح تتشك عندها هي الربعة اللي فوق يمين ده اللي هو عند النقطة دي اللي احنا هنسميها مثلا نقطة واحد يعني دي كومبريشن كومبريشن انت بتخاف ليه من في الحديد عامة لأ بنخاف منه عشان خاطر الايه طيب هتفرق حاجة لو تشكينا النقطة دي من النقطة دي يعني امتى بتشكي النقطة مسلا رقم اتنين دي والله انت عاملك الكرين اصلا عامل كده احنا اتركنا ان حركة الكرين عاملة ازاي ان في كده كده wow يعني في كرين هوريزونتن ممكن يروح يغبط ليفت ليفت ممكن هو واقف ناحية ليفت ب teaspoon بيغبط طيب الي احنا الكيس الي احنا مدرس هدي الي هي الكيس دي ان هو رايح يغبط ليفت ليفت ان هو واقف ناحية الشمال وكمان رايح يخبط نحية الشمال. ممكن يبقى هو في ناحية الشمال وبيبدأ ان هو يتحرك ناحية اليمين. طب ما لو هو بدأ يتحرك ناحية اليمين هتبقى لسه دي برضو مش كده ولا ايه. وهيبقى المومنت عمل ازاي ساعة المومنت هيبقى عكسها. هيبقى كده. طيب ماشي. ساعتها هيبقى هو دي النوطة دي. طيب فانت لو تشكيت عن النوطة دي كأنك بتشك عن نوطة العكسها. طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نكمل. والله يشوف طالما انت عندك عند نوطة واحد دي. في ام اكس و ام واي لازم تشكوهم في حاجة اسمها اينتراكشن اكوشن. مش عز تكري. اينتراكشن اكوشن. تمام? طيب. اللي هو بتقول ايه يعني? بتقول ان ال ام اكس على ال ام يعني المنطقة البساطة كده ده اللود وده الكاباستي. يعني بتقول اللود عالكاباستي. لازم اللود عالكاباستي في الاكس زائد اللود عالكاباستي في الواي يطلع العالمين اجه يساوي الواحد. معك انت ده هو معايا من الديزاين فاليوز. معك برضو ده. طب ازاي روح اجيب في اتجاه اكس وفي اتجاه الواي. طيب في اتجاه اكس. خلي بالك كده وصح ما احنا بنتشيك في اني نقطة احنا بنتشيك فوق عند الحتة اللي بتعمل ايه في الام اكس? كده كده الجزء او الربع اللي فوق ده كله بيعمل بالنسبة يعني ساعتها انت نحتاج مبدئيا كده تجيب الانسابورتد لينز بكامل الانسابورتد لينز. الله انت لو جيت تبص كده اول حاجة احنا كتبناها خالص هتلاقي ان انت عندك المسافة اهو ده الكاميرا اللي طايرة دي. فهي سابورتد فين هي بتبقى سابورتد هنا وسابورتد هنا فانت عندك هيبقى فين هيبقى فوق. طيب هل هو ممسوك طولي الكاميرا? لا مش ممسوك. بقى ساعتها الانسابورتد لينز هي المسافة من هنا لهنا. هي الاس دي. اللي هي الانسابورتد لينز. فساعتها تقول ان الانسابورتد لينز طولها باس. ساعتها لازم معها لازم تروح تجيب الال بلاستيك اللي هي كانت بتمانين على روت الفيلد. وساعتها لازم تروح تقارن. يعني انت كده مبدئين لازم تروح تشوف انت. احنا هنفترض من انت لازم يبقى في بالك الشكل ده. ليه? لان انت اللي متعندك هنا كان ال بلاستيك. كان اللي متعندك هنا ال ار. تمام? فانت عايز تشوف الانسابورتد لينز بتاعتك وقع فين. فلازم تروح تشوف هي اقل من ال ال بلاستيك ولا بعد ال ال بلاستيك وما بين ال ال ار ولا بعد ال ال ار. كما طبعا احنا شرحنا بالتفصيل الممل في الفيديوهات بتاعة البيمز. طيب. فلازم تروح تجيب ال ال البلاستيك وتروح تشوف. فانت كده مبدئيا. انت لو ال ال او الانساب اقل من او تساوي ال ال بلاستيك ساعتها انت عرفت الام نومنال بكام الام نومنال ساعتها بي ام بلاستيك اللي انت لسه حسبها من شوية. طيب لو تلعد بقى انت عندك الانسابورتد لينز اكبر من ال ال بلاستيك ساعتها لازم تعمل ايه? ساعتها لازم تخش في الحل التاني انك تجيب ال اكس والار تي. وتروح تجيب ال ار تي الاول. فكا تروح تجيب ال اكس. فكا تخش تجيب ال ال ار. عشان خاطر تقدر تحدد. ال 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 بي بتاعتك دي اقل من ال ال ار او تساويها ولا لأ? عشان ساعتها الام نومنال. هيساوي. احنا كان بقى شرحناه كتير قوي. ساعتها هيساوي السي بي. في ام بلاستيك. ماينس ام بلاستيك. ماينس ام ار. هنسابورتد لينز ال بلاستيك على ال ار. نقص ال بلاستيك. طيب. تلاتة لو انت اكبر منه. يعني ال ال بلاستيك بتاعتك دي اكبر من ال ال ار. ساعتها تخش في المعادلة اللي هي الكبيرة اللي ما لقى انا روت دي. اللي هي سي بي اس اكس. روت. اللي هو ايه? في هنا رقم سكويرد. وفي هنا رقم سكويرد. وفي هنا رقم تحت سكويرد. طيب انا محتاج بس اهنت معك على حاجة بسيطة. وهي حساب ال ام ار دي. ال ام ار بتساوي ايه? ال ام ار انت عارف انها بتساوي في السيكس. طيب. مين ال اف ال? ال اف ال ايه? كانت حاجة من حاجتين. كانت اما بوينت سبن فايف ال اف فيلد. اما بوينت سكس ال اف فيلد. طيب امتى دي وامتى دي دي لو كانت هوترول سكشن. ده لو كان بلت اوب سكشن. فاحنا بلت اوب سكشن. فاحنا ده اللي شغال معنا. انهي اس اكس بقى. طيب. احنا رحنا اس اكس ابر و اس اكس لوور. دلوقتي احنا متشك. فاني فايبرز. الفايبرز ال ال ابر. فلازم اصبع انك تروح تقول ان دي اس اكس ابر ضروري. ماشي? طيب. وكمان حتى ال اس اكس اللي هتعاوب به هنا دي ال اس اكس ابر. طيب. تهنت بس على ان لو كان نون كومباكت. هيبقى ايه الاختلاف? نون كومباكت ساعتها. تعالوا نقولها على جنب كده. يعني انا بقى لي الكلام ده سريعا لان احنا شرحناه في الفيديوز بتاعة يعني مستفادة كان في فيديو كامل على الحوار ده. طيب. لو نقول افنان كومباكت. فهتقول ايه? افنان كومباكت. ساعتها انت عندك شكل الشكل اللي انت بتعود عليه ده. ما بيبقاش عامل كده قوي. بيتشفت بيبقى عامل كده كده. بدل ما كان عندك ده ال ال بلاستيك. بقى عندك ده اسمه ال بلاستيك داش. وبدل ما ده كان م بلاستيك. سيتبقى عندك في الكود حاجة اسمها اي حاجة. لازم قبل ما تروح تحسب اي حاجة اي حاجة لا علاقة باي حاجة. لازم تروح تحسب ال اي حاجة. لازم تروح تحسبه مبدايا كده قبل تبدأ في اي حاجة. ده ضروري. وبعد كده هتكمل بقيت خطواتك عادي خالص. طيب. انت على حاجة اخيرا ان ساعتها ال m رزستنس اكس هتبقى متساوي. هتبقى متساوي الفي في ال m نومنز. وتشزي ان نكمل فاي دي ببوينت ايت. ال m نومنز دي اللي انت بتحددها من انت بناء على ال l بلاستيك بتاعتك او سوري ال unsupported liens بتاعتك. وهلا قطب ال l بلاستيك وال lır او ال l بلاستيك داش. حسب انت نان كومباكت ولا كومباكت. طيب. ال m رزستنس اكس بقى تتجاب منين? طيب تسأل نفسك سؤال هو يحصل لاترالتورشنالباكلنج? لأ ما بحصلش لاترالتورشنالباكلنج في الاتجاه القوي. يعني انت عندك اهي. فانت عندك اما بيجي كده ساعتها بتقول ان او الجزء اللي معرض هو الجزء ده. طيب اما هحبي يحصل له بهرب حوالي المحور الضعيف لذلك هتلاقي اللي بلاستيك هي فانكشن في الار. هتلاقي مساميها في الكود كده الار منيوم. عشان كده شكل لاترالتورشنالباكلنج بعمل كده. انما المومنت اصلا قريدي جاي في المحور الضعيف. فيعمل حوالينا القوي? لا مش عامل. طيب. فساعتها مفيش ساعتها لاترالتورشنالباكلنج ساعتها لاترالتورشنالباكلنج بزيرو. ساعتها يبقى انت الحوار عندك بسيط. الام نومنال بكم? ام نومنال ايكوال الام بلاستيك. بس ساعتها دي بتاعت الزد واي بتاعت الجزء المستطيلي اللي احنا اتكلمنا عنه ده. دي خلي بالك لو هي كومباكت ساعتها الام نومنال دي هتساوي ايه? هتساوي الاس واي المستطيل ده في اف ده لونان كومباكت وساعتها الام رزيستنس واي هتساوي ايه? هي الفاي في الام نومنال اللي انت جبتها برضو. طيب تعال نتشيك عند نقطة اتنين. بقى ايه نقطة اتنين دي? نقطة اتنين دي بالنسبة لنا هي النقطة اللي تحت. ليه هنروح نتشيك عندها. نروح نتشيك عندها ما انها عندها تنشن بس هي اللي عندها لان انت عندك كان عامل كده. والنيوترالكس كان هنا. فانت عندك الجزء اللي تحت ده بنانا عليه ان هو اللواي بتاعته كبيرة. فهتلاقي الاس اللور بتاعته انها تاخدها في الاعتبار انك تروح تتشيك عليها. صح كده? طيب. فما انها مع انها تنشن فلانج يعني ما ان انا عارف انها تنشن فلانج بس انا هروح اتشيك عليها. معنى انها تنشن فلانج معنى انها ايه? انه لاترال ترشنال باكلنج. ساعتها الفاي النومينال بكامل بين بلاستيك عادي. اللي هي بكامل بزد اكس? فيه فيلد. لازم تطلع اكبر منها وتساوي الامة اوتيمت اكس. طيب. لو هي تلعت نان كومباكت. يعني دي لو كومباكت. طيب. لو نان. هتقول الفاي ام نومينال بي. ساعتها هيبقى اس اكس لور. فيه فيلد. برضو اكبر منها تساوي الامة اوتيمت اكس. طيب. اخر تشيك اخوة الشيكشير. بنسبة تسا وسبين في المائل اتشو اب بعد تيو اب ده تشيك انت لازم تعمله لازم يطلع اهلي من او يساوي مية واتناشر على روط الفيلد. عشان تقدر تستخدم المعادلة بتاعت الفاي في نومينال اللي احنا عرفنا هي اللي هي الفاي. الوا. يطلع اكبر من او يساوي الفيلد. اللي هو وهو يعني احنا بنسميه الوالترنت اللي هو الشير طيب في الحقيقة بقى فيه شوية تشيكات اضافية في الكرين تراجر طيب نعملها واصبع عندنا لان دي تعتبر الكاميرا بيجي عليها كونسنتريتد لود والكود بيدي شوية تشيكات للكونسنتريتد لودز دي طيب اول تشيك من منهم هو تشيك ويب لوكال ييلينج طيب ايه القصة انت عندك هنعتبر ان العجلة بتاعت الكرين بتيجي كده في شكل نقطة بناتبر ان نقطة تلامس مع الكرين في نقطة طيب فانت لو جيت تبص كده على شكل بتاع الكرين تراجردر هتلاقي ده هو ده الريل اللي بتمشي عليها كمرة الكرين الاخر كده انا خايف على الويب نتيجة الكنسنتريتد لود اللي بجاي هنا ده خايف على الويب انه يحصل له لوكال ييلينج خايف الويب مايقدرش يستحمل فانا ان الاخر كده بجيب ايه بشوف اللود اللي بأثر عندك ده اللي هو جاي كده ده بشوف ان الاخر رد فعل الويب او قدر التحمل الويب تجاهه اللي هو احنا بنسميه عايزين نشوف هيبقى اقل منه اكبر منه فاحنا عايزين نتشيكه ده مبدأ ايه طيب ماشي فاحنا لو هنقول ان كل ده هو الريل يعني ده كده الحتة دي هي طيب احنا عايزين نعمل ايه انت عندك العجلة بتيجي زي ما قولنا كده في نقطة مزبوط فاحنا مش هنقدر نتعامل معها في نقطة فبتتوزع بنتعامل مع الديستريبيوشن بتاعها فهي هتيجي مبدايا كده على وش الفلانج ما دي الفلانج اللي فوق صح كده فهي مبدايا هتتوزع مياه جاية على صح كده فهتتوزع جوه الريل الاول بنسبة واحد لواحد يعني انت عندك عاملة كده بنسبة واحد لواحد يعني انا عايز روف هتنزل قد دي فاحنا قلنا المسافة اللي هتنزلها دي هي اليتش ريل يعني الحتة دي كلها على بعض باثنين من اليتش ريل مزبوط يعني الحتة دي كده باثنين اتش ريل طيب الحتة دي هو بيسميها ايه الكود؟ هو بيسميها البييرنج لينز اللي هو المسافة الارتكاز الحملة بتاعك ده بيرتكز على الحديد بتاعي بيقديه صح كده يعني هو عايز يشوف الطول ده كده بكام الطول ده الكود بيسميه بان لازم تعرف ان ان ده دايما هو البييرنج لينز طيب ساعته اقوله ان هو بيساوي كام؟ بيساوي اتنين من اتش ريل صح كده؟ طيب احنا هنفرضه بقديه؟ هنفرض الاتش ريل بخمسين ملي ولا حاجة فهيبقى الاتنين على بعض بمية ملي طيب ايه بقى الكده؟ شوف احنا قولنا احنا عايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين نتشيك الويب ايه اضعف نقطة الويب لازم تروح تتشيك عندها؟ هي النقطة اللي بعد اللحام او هي المسافة اللي بعد اللحامها على طول فاللي انت جبتولي انت جبتلي اول اللود هنا على الوش ده فانا عايز اعرف المسافة دي بكامل مسافة من هنا لحد بعد اللحام بكامل هي الحتة دي اسمها على بعض كده كده طيب اللي هي بكامل يعني انت عندك الحتة دي كده اسمها تيف لانج وعندك ده سايز اللحام يعني الجزء من هنا ل هنا ده بسايز اللحام انت ممكن تعتبره ب بوينت سكس سنتي ولا عاجل فانت عندك الكده وفي النهاية لازم نعمل ايه بقى نقول ان الرياكشن اللي عندك الالتمت ده لازم يطلع علي مينة ويساوي الفايف الار الفايف الحالة دي او في الليتشيك ده بوينت نايم فايف طيب الار نومينال بتساوي كامل تشوف بص كده معي ده كده انا قطعت تحت اللحمات على طول وده اللي بقى لي فانا عايز اشوف ايه انا عايز اشوف قدي ايه من الويب يعني قدي ايه من الحتة دي كده ما الكونسنتريتد لود جاي فوق الحتة دي بالزبط ماشي فانا عايز اعرف الحتة دي كطول وكعرض بتساوي عد ايه فانا عايز اعرف الجزئية دي كده على بعضها عايز اعرف الجزئية دي اللي هو اللي اللي مفروض يبقى الكونسنتريتد لود فوقي بالزبط انا عايز اشوف بتاعة الجزئية دي قدي ايه طيب فانا محتاج اجيب الطول ده الطول ده محتاج اجيبه التخنة دي معروف عندي بكامل التخنة دي معروف عندي بالتيويب مزبوط طب الطول بقى انا عايز اعرف الطول بكامل تعال انا ارجع كده اللي هو الطول ده الطول ده كده على بعض بكامل انا محتاج اجيب الحتة دي عشان خاطر اضربها في التي وب هو انا عايز اشوف المساحة دي كده على بعض. مظبوط طيب. فالطول ده نرجع تاني بكامل. طيب انت كنت عارف الان مبدئيا. انت كنت عارف الان. فانت انا قصلك الحتة دي. والحتة دي. طيب. فانت عايز تشوف بتاع البيرينج لينس ده اما يدخل في الحديد بتاعك او اخش في الكلينج ده بتاعك التوزيع بتاعه هيبقى بنسبة قديه. احنا نقولك ان هو بنسبة قديه بقى تعالى كده على جنب. بنسبة واحد لاثنين ونص طيب. طيب احنا اتفقنا معوقت ان هو ينزل بلنس قديه. بننسك كيه? يعني مسافة من فوق لحد اخر حتة دي بكيه? يعني المسافة دي بكام? المسافة دي باثنين ونص كيه? يبقى المسافة المحية التانية بكام برضو? باثنين ونص كيه? والمسافة اللي كانت بينهم دي كنا مسمينا مع بعض ان يبقى المسافة على بعضها بكام? بخمسة كيه? زائد ان. هي دي المسافة كلها اللي انت عايزها. تضربها في التي وبتجيبت كده اللي انت عايزه. طيب. ففي النهاية انت هتقولي من الاخر كده تاني انت عايز تشوف الكنسنتريتد لود اللي هو اسمه بيه عايز تشوف رد فعل الويب. رد فعل الويب اللي هو عايز تشوف الويب بقدر يستحمل دي ولا لأ? طيب الار نومينال دي اصلا بيساوي ايه? هو فرص. فبيساوي في اريا. طيب انت جبت ايه من النوم بقى الار نومينال دي? كده كده عندك بيساوي ليه? طيب. الاريا انت جبت الاريا خلاص. كتلنس بتاعها كم? كم بخمسة كي? زائد ان. انت خلاص ارفته. بس هو ده اللي انت بتشك عليه. طيب. بس في بقى هنت الكود بيحطه. انا كده قلت ايه اشرح لك الحوار بشكل عام. طيب. حاجة هنت كمان قبل ما نكمل هو ايه البيالت متى اللي انت بتشك كده? عليه? البيالت متخلي بالك هو اللود اللي هو البي ماكسمون بتاعك. في واحد وستة. في واحد بوينت اثنين خمسة. هو ده اللود على بعض اللي انت بتشك عليه. هو ده البيالت متى. طيب. اللي انت بقى بتاع الكود بيقول لك ايه? بيقول لك ايه كونسنتريتد لود. لم ندرك ايه في اول واحدة ايه كونسنتريتد لود ابلايد الدستانس فروم ده ميمبر اند. دات اس جريتر دان ديبس اوف ده ميمبر. يعني انت عندك الكونسنتريتد لود بتاعك ده بيقصر على مسافة من نهاية الميمبر اكبر من ديبس الميمبر. يعني طيب بص كده معي. انت عندك ده شكل الكرين تراج جيردر اللي انت في عملها دزاين واللي بعدها واللي قبلها. تمام كده? طيب. فوالكود بيقول لك ايه? بيقول لك لو انت الكنسنتريتد لود اللي انت هاته ده بتتشكه على مسافة ابعد من ديبس الكاميرا بالنسبة للاند ميمبر. يعني ايه? دي نهاية الميمبر صح? سواء من هنا او من هنا. مزبوط. فوالك الكنسنتريتد لود اللي انت هاته ده. اللي هو البي كويس? بيقول لك انت بتتشك هنا عند نقطة. النقطة دي كده روح شوف المسافة ما بينها وما بين الاند ميمبر. مسافة اللي هو المسافات الطرفية بتاعت الميمبر. روح شوفها ايه? والله لو اكبر من ديبس الميمبر اللي هو ايه? دي ده? اللي هو الديبس ده كله. ساعتها الار نومينال بتاعتك القانون اللي احنا كدبينه ده. طيب لو البي نومينال بتاعتك او البي سوري البي ما انت كده كده دي عجلة وبتتحرك كده وكده اصلا على صح? يعني ممكن تتشكها هنا ممكن تتشكها هنا ممكن تتشكها هنا يا عجلة وبتتحرك يمين وشمال. صح? طيب قال لك لو جات الرابط قوي كده من نهاية الميمبر بحيث المسافة دي بقت اقل من او تساوي ديبس الميمبر ساعتها هنعمل شوية في الار نومينال. وده يجبنا لنقطة تانية قال لك اف كونسنتريتد لود ده ما احنا بنرى في النقطة تانية قال لك اف كونسنتريتد لود ابلايت ادستانس فروم الميمبر اند ذات ازلز زان او ايكوال ديبس اوف ميمبر. يعني ساعتها الكونسنتريتد لود بتاعك ده بيأثر على مسافة اقل من او تساوي دي. احنا معلمين اهو عد دي فين? اللي هو المسافة من الابر فلانج للور فلانج من بره بره كده. ساعتها مش هيختلف اي حاجة في الحياة غير الار نومينال. طيب. بس محتاجين نحكي في حاجة كمان. طيب. طيب. احنا قلنا مع بعض يقولنا ان فيه العجلة نفسها صح? جميل. طيب. وانت بتعمل ديزاين دي. وطلعت منها شير فورس. الشير دي كانت رايحة فين? كانت رايحة على صح كده? طيب. ما ده او ده هيجي هنا هيبقى بيعمل بس من تحت. فالمنطقة دي برضو تعتبر كريتيكل زي ما انت هتتشيك تحت العجلة لازم تتشيك عند نقطة بتاعة لان لها ري اكشن. فانت خاف الري اكشن ده برضو يعمل فيه بتاعك. مظبوط كده بس في حاجة هتختلف. ايه هي? والله لو احنا بنتكلم تحت تحت العجلة بالضبط ساعتها يبقى بيساوي ايه? ساعتها والله يبقى فيه عندك انت عارف ان فيه هنا ريل فوق الكلام ده. وانت عارف ان الكونسنتريتد لوت جاي في نقطة فبيتوزع. فهي دي البيرنج لينس بتاعتك. مظبوط كده طيب بس عند نقطة الساببورت. ساعتها البيرنج لينس بكام? لأ ساعتها البيرنج لينس ها فيش حاجة تتوزع ولا اي حاجة ساعتها البيرنج لينس ها المسافة دي. اللي احنا بنعتبرها بقد ايه? لو ده كله كده بتاع البراكت. يبقى البيرنج لينس دي. بكام? بنص البيرنج بتاعت البراكت. فهي دي الفكرة ما بين اندر ويل لود وقت سابورتيني بوينت. فتيجي كده تقول لي والله بالنسبة اندر ويل لود الان بكام? الان زي ما احنا قلنا باتنين اتش ريل زي ما هي اللي هي بميت ميلي. ساعتها الارنوين البكام? ما احنا قلنا لو المسافة هيعلى منها وتساوي الارنوين البكام? اللي بعمله الكود بدل ما كانت خمسة كيه كان بقى اتنين ونص كيه. اتنين ونص كيه زايد ان. في في فيل. بس كده. طيب الان ساعتها بكام? بنص البي فلنج بتاعت البراكت. انت ممكن تعتبر البي فلنج بمئتين ولا حاجة. فبرضو تخليها زي ما هي يعني نص متين ميلي فتخليها بميت ميلي. ساعتها برضو الارنوينل ما اختلفش اي حاجة لان النقطة اللي انت بتشيك عندها دي على مسافة اكيد اقل من البي فالارنوينل ساعتها هتساوي اتنين ونص كيه زايد ان في تي ويب في اف يلد. ساعتها ده بقى لازم يطلع اكبر منها ويساوي الكيو ultimate. وده لازم يطلع اكبر منها ويساوي البي ultimate. ده طبعا بعد ما اضربها في الفاي. ده طبعا بعد ما اضربها في الفاي. الكيو ultimate اللي انت حسبتها من الديزاين باليوز. طيب لو تلع بقى هنصيف يعني لو تلع البي ultimate بتاعتك دي اللي انت بتتشكها عايز تشوف رد فعل الويب تجاهها اللي هو الفاي في الار نومينل انت عايز تشوف ده لو تلعت والله البي ultimate اكبر من الار دي يعني هيأثر على الويب بتاعك ويحصل فيها وب لوكال ييلدنج ساعتها اللي يحصل ده. والله ساعتها من عندك بقى حل من حلين. بتاعك هنتكلم نقول اف. انصيف هنعمل ايه. طيب اول حل عندك وهو انك تنكريز التيويب. اللي هتنكريز التيويب لانه هو الفانكشن اللي في المعادلة بتاعتك. هتزود التيويب. تزودها بقى ايه? هتساوي الطرفين ببعض وتطلع التيويب اللي انت عايزها. يعني لو انت بتقول مسلا ولا حاجة فبتقول البي التميت. ايكول فاي في اتنين ونص ك. زائد ان. تيويب. هتساويهم ببعض. وتخلي التيويب ديها الوحيدة المسنج. فتجيب التيويب اللي انت محتاجها هتسايف عندك. طيب. تاني حل ممكن تعمله ان انت تحط ستيفنر. طيب. هتحط ستيفنر فين? انت عندك كاميرا تلك جردر اهي. هتحط ستيفنر فين? نحط ستيفنر كده هنا. يمين وشمال طبعا. طيب. ده بيبان فين برضو? ساعتها انت ممكن تحط لو انت عندك الكونسنتريتد لود ده جاي هنا فساعتها هنحط ستيفنر كده. طيب ناخد بالنا بس ان الهنت الاخير ده. اللي هو مكتوب تحت ده. بيقول لك يبقى the more conservative position is when we load with a distance from the member end is less than or equal depth of member. يعني يعني بيقولك المست critical position يعني اكتر او اختر position تتشيك عنده لما العجلة تقرب قوي من نهاية الممبر. ليه? ده عشان خاطر انت عندك لما هو العجلة بتاعتك ابعد من ال distance. فانت بتروح تقول ايه بي ultimate هاقلمنا وتساوي الفايف الارنومنال. اللي هيكت كامل هيكت بخمسة كي زائد ان تي ويب الفيلد. طيب لما انت قررت تتقرب بالعجلة كده. وبقيت على مسافة هاقلمنا وتساوي. فايه اللي تغير عندك? البي ultimate زي ما هي? بس ايه اللي حصل? حصل في نفسها ما بقتش خمسة كي. بقت اتنين ونص كي زائد ان. تي ويب في فيلد. فنفس اللي انت بتتشيك عليه هو البي ultimate. بس اللي اختلف هو الريزيستنس. الريزيستنس حصل فيها لانه بقى ايه مست فهو ده يعني فانت دلوقتي انت رايح تشيك العجلة. هلو تحطها فين? يعني هل تفترض المكان الاولاني ده? ولا تفترض المكان التاني ده على طول بحيث تنجز? لأ تاني مكانك تختاره على طول. لو انت عندك الرفان تروح تختار اول مكان وتروح تختار تاني مكان. وهكذا فبرحتك. بس انت لازم تشيك الويل لود في الحالتين. في الحالة البعيدة وفي الحالة القريبة. ولازم نقصب عنك لان ده اساسي عندك. انك تشيك عند الساببورت. عند الساببورتينج بوينت. عند المكان بتاع الكيو ultimate. لازم تشيك على ده. استكمالا بقيت التشيكات اللي احنا مفروض نعملها لما يبقى عندنا الكونسنترات لود. الكويت بيقول لنا ان فيه تشيك كمان اسمه ويب كريبلنج. طيب. ده برضو نتيجة الكونسنترات اللي بيحصل من عجل الكرين. طيب. هي نفس الفكرة بالضبط بس الفكرة كلها ان الكود مصنف التالي. مصنف ان الجزء احنا اتفقنا ان هو بيأثر في نقطة وبيرجع يتوزع بالشكل ده. ليه? لان الحتة دي زي ما احنا قلنا كده مع بعض ان دي هو ارتفاع الريل صح كده. فدي على بعضها لو احنا نقول ان دي اسمها زي ما الكود بيقول عليها او مسافة الارتكاز هي دي بس اللي احنا عايزين نجيبها. ساعتها تبقى الان دي هي اتنين من الاتش ريل. اللي احنا مع بعض كان ممكن انها تبقى على بعض انها ميت ميل. فلازم يبقى بتاعك اللي هو اللي هو بتاعك في واحد وستة في واحد بوينت اتنين خمسة واحد وستة عشان يبقى واحد بوينتين خمسة عشان ياخد الامباكت طيب لازم يبقى اللي منها بتساوي الفاي في الار ان. الفاي المرة دي بتساوي بوينت سيفن. طيب. الار ان دي بقى بتساوي ايه? طيب شوف بتساوي ايه في حالة ايه? قال لك دي الكيس الاولاني. قال لك if concentrated load applied at distance from the member end that is greater than the half of depth. يعني الconcentrated load بتاعك ده بيقصر على مسافة اكبر من نص الدبس. المسافة اللي هو اللي وقف عندها اهي لحد نهاية المنبر اكبر من دبس خلي بالك ده من للاوت فلانج للاوت فلانج يعني من الفلانج اللي فوق للفلانج اللي تحت. اكبر من نصة. ساعتها ده بيساوي ايه? ده شوف القانون طويل شوية وممكن تلاقي يعني اكيد هتلاقي في الجود. بيقول ايه بقى بوينت تلاتة ستة. يعني ستة وتلاتين سبعة وعشرين. تي ويب سكويرد. واحد زائد تلاتة. تلاتة في ايه بقى? ان على دي. عارفنا مين الان وعارفنا مين كمان الدي. طيب في تي ويب على تي فلانج. الكلام ده بار واحد ونص. طيب. الكلام ده كله مضروب في روت. روت ايه بقى? ايه? في اف فيلد. تي فلانج على تي ويب. هو يبانى ان هو قانون طويل شوية ورخم شوية بس انت لو بصيت كده. يعني هتلاقي ان انت مفيش حاجة مش عارفها. تي ويب معك. تي فلانج معك. ليه ان انت لسه حسيبها. تلاتة طيب. الاف فيلد ده لحسب الستيل جريد لو احنا مثلا مستخدمين اه سبعة وتلاتين فهتبقى الاف فيلد بتاعته بكام? طبعا تو بوينت فور سنتيمتر سكواري. طيب. الكيس اللي بعدها بيقولك لو الكنسنتراتي بتاعك ده بيقصر على مسافة اقل من او تساوي نص الدبس ساعتها انت لازم تعمل لتشكين دول. فيا انت رقم واحد. يا انت رقم اتنين. يعني انت حاجة فيهم. انت مش بتخش تعوض في الاتنين. لأ انت حاجة في هم. فبتشوف الاول الان عديدي دي. قدي ايه? لو اقل من او تساوي بوينتو. يبقى الارنمينة بتاعتك بكامل? الارنمينة بتاعتك ساعتها بتساوي. تمامتاشر تلاتاشر. هتلاقيش القانون ده شابه القانون اللي فوق شوية. تيويب سكويرد واحد زائد تلاتة ان على دي في تيويب على تيف لانج بار واحد ونص فروت اي في تيف لانج على تيويب. طيب لو انت اكبر من بوينتو ساعتها هاختلف ايه بقى? ده يبقى ورده. تمنتاشر تلاتاشر تيويب سكويرد في. تركز بقى في الجايلة. واحد زائد. اربعة في ان عدي. مينس بوينتو. في تيويب على تيف لانج. بار واحد ونص في روت اي. تيف لانج على تيويب. طيب في كل الحالات طبعا لازم الار. تبقى اقلم اينا وتساوي الار. بس احنا عندنا مشكلة في الحقيقة. ان انت لكون بتاعك ده ما يقرب من نهاية المنبر. فممكن يبقى احتمال من الاحتمال ايه? ايه هو الاحتمال الاولين انه يكون عجلة الكرين. فممكن يكون اول حاجة ان انت بتحسب الكلام ده. اتويل. اتويل لود. او اندرويل لود. ساعتها انت لازم تعمل بتاع الان على الدي ده. بمعنى انه يطلع اقل من او يساوي بوينت اتنين. يجبر من بوينت اتنين. وساعتها انت عارف ان الان بكام? ساعتها انت عارف ان الان هي بميت ميل. ليه? عشان ده اتنين من الاتش ريل. وتكمل بتاعك طبيعي. يا انت كده يا انت كده. وفي النهاية خالص لازم تجيب الار ار التمت اللي قال بي ماكسمم في واحد وستة في واحد بوينت اتنين خمسة. تطلع اللي هو تساوي اللي قال بوينت سبن في الار نومينال. الار مومينال دي هتبقى على ده او ده. طيب الكيس التانية ان انت تبقى عند البركت ات سابورتينج بوينت. ساعتها معلش خلينا نتكلم كيه في الار الالتمت. الار الالتمت هتبقى الكيو الالتمت بتاعة الكرين تراك كيرتف. انت هاسبها من الديزاين. الديزاين فاليوز. ساعتها اللي ان هيبقى ايه? هو يبقى هنص البي فلانج بتاع البركت. لو انت عمل له ديزاين هتنصه. لو انت مش عمل له ديزاين. مسلا افترض ان البي فلانج بمتين. ميلي برضو. ساعتها تبقى نصها بمية. وتخش برضو في القصتين اللي هو انت تحسب الان عد دي. هوردو تشوف لو الفاليو دي اقلي من او تساوي بوينتو. لو اكبر من بوينتو. وتشوف الاخر الالتمت. اقلي من او تساوي الفايف الار. طيب. تشيك البعض كده اسمه تشيك فتيج. ليه هحمل الكلال او 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 نحن نتشيك على الكلال. يعني ايه الكلال? وليه نتشيكه على الكاميرا دي بالذات. مش بنعمل له تشيك على مسلا او المين بيم او الرافتر او ليه بنتشيكه بالذات على كده. ده هيجي اما نفهم اكتر اه يعني ايه الفاتيج بشكل عايم يعني طيب. تعالى كده. نقول مبادر احنا جبنا بليت كده. تمام? والبليت ده جبناه مرة وعملناه بالشكل ده. فإيه اللي يحصل هتلاقي البليت بتاعك ده بقى عامل كده. صح? هيبقى فين وفين بالعقل كده? ده كده هيبقى عايزة تشد والفايبرز اللي هنا بقت عايزة تضغط. يعني مين اللي ضغط ومين اللي شد? اللي فوق ده بقى اللي تحت ده فنقول مسلا لو ده بقى واحد طن برسانتي ميتر سكويرد. عمل استرس هنا بالشكل ده وعمل هنا برضو مقداره نفس القيمة. وانت روح تجاي واعاكس ده وعمل البندنج الناحية التانية. ده بقى شكله عامل ازاي بقى شكله عامل كده. طيب اما يعمل الشكل ده القيم هتتعكس. يعني ايه القيمة اللي كان شد هيبقى ضغط واللي كان ضغط هيبقى شد يعني فوق هيبقى نيجاتيف وامل برسانتيميتر سكويرد دي بقى بوستيف وامل برسانتيميتر سكويرد. طيب هي الفكرة في ايه? الفكرة كلها لو انت عندك المصدرة اللي احنا بنتكلم عليها دي والمصدرة دي بضي لت انت عمال تغير شكل البندنج عليها. عمال تجيبها مرة فوق مرة تحت مرة فوق ومرة تحت. فالفكرة الاساسية من ايه? الفكرة الاساسية التانية اهو كأن انا مقولناش حاجة. لما انت المصدرة مثلا اللي احنا بنتكلم عليها عندك دي هي تستحمل. تستحمل لو انت عملتها كده. مستحمله البندنج. تمام يعني انت لو عملت البندنج كده فمستحمله. تمام? طيب لو غيرته وعملته كده خليت البندنج الناحية التانية فهل هتستحمله برضو مستحمله. طيب لحد هنا الكلام سليم. طيب لو انت عادت تكرر العملية دي كتير. يعني عادت تكرر العملية دي كتير 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 كتير. مع مرور الوقت هتلاقي في حتة بيضة كده تكونت هنا في المسطرة. ولو عملتها كمان مرة مسطرة تروح مكسورة. هو ده بالزبط الفتيج. هو ده بالزبط احمال الكلام. طيب ليه بنعمل اتشاك في الكاميرا دي بالذات? لان الحمل بتاع الكرين ده هو حمل ترددي. يعني حمل بيروح ويجي بيروح ويجي بيروح ويجي. زي بالزبط الفكرة في المسطرة دي. مع انت الفكرة اللي انت بتعملها دي انت تتني وتسيب. تتني وتسيب. تتني وتسيب. برضو حمل تردد دي. طيب. فالفكرة في الفتيج ان هو بياخد الماكسيموم رينج يطرحه من المنموم رينج اللي بتحصل ااا لالبوينت او بتحصل البي ما عندك. ما احنا سامتيميتر سكويرد. اطراحه من المنموم اللي وصله. اطراح المنموم اللي وصله. اللي ايه نيجاتف وان. نيجاتف بنيجاتف. بقى بقى على بعض بقى اتنين سامتيميتر سكويرد. طيب. بس اجي اقول لك هنت بسيطة بقى. ايه هي الهنت دي? الهنت دي ان هل الفتيج بيحصل مع الكمبريشن ولا لأ? بمعنى بمعنى ان لو انا عندي كده والبليت ده فيه شرخ كده. كويس? وانا جيت روح تشادد البليت ده من ناحيتين. ايه اللي انا متوقع انه يحصل? لا الشرخ ده هيفتح. اكيد الشرخ ده هيفتح كده. صح? او. يعني بيحصل في مزبوط. طيب. لو نفس البيم ده او نفس الشكل ده انا روح تضغط عليه. هل هيحصل ان الشرخ هيتفتح? او الجزائيات هتسيب بعض وتتفتحها من بعض? لا. ده بتزود اللي ما بين او اللي ما بين الفاصلة اللي في البليت دي. يعني الشرخ بيبعايز يقف نتيجة الكمبريشن. فكلمة فاتيج. وكمبريشن مش بيجتمعوا مع بعض. ماشي? يعني الكلام ده مش بيجتمعوا مع بعض. طيب. نرجع بقى اللي احنا عايزين نقوله. طيب. احنا بقى نشوف المكتوب. بيقول لك زي اي حاجة كانت بتعمل علاقة ازي مسلا في الكريب لينج اما كنت بتقول لازم الار تطلع اقل من او تساوي الفايف الار نوينال. صح كده? يعني لازم تكون الاحمال او بتاعتك تبقى اقل من الكابستين. مظبوط كده. دي نفس الفكرة برضو. بيقول طيب. دي او هي معناها زي ما احنا اتكلمنا كده بتاعتك او بتاعتك. الماكسيموم او مينس المينيموم. مظبوط كده. طيب. فلازم الايه بقى اللي هو او بتاع الاحمال اللي عندك اصلا لازم تطلع علمنا او تساوي بتاع النومنال. مظبوط كده. طيب. بس بيقول لك ايه بقى? بيقول لك النومنال ده. يبقى اول حاجة بتعتمد على ماشي? طيب واحدة واحدة بقى معي. يعني ايه الكلام ده? تعالى كده. نشوف مع بعض المكتوب ده. افتكر معي بس كده احنا كتبنا ايه? قال لك النومنال بتعتمد على طيب ايه النومبر دي? عدد مرات الحركة. فدي احنا ممكن نجيبها من الكود اللي هي نومبر. طيب. احنا هنروح مع ايه? هنروح مع طيب دول يعتبروا كام مرة? يعني اتنين مليون مرة تشغيل. هو بيعتبرها ايه? بعتبر ان انت في اليوم بتحركها مسلا عشر مرات يعني بتحرك اللي بتستوي الكلام ده عشر مرات في الاسبوع في الشهر في السنة. فهو بيجيب العموما في السنة على بعضها. فهي طيب ايه هو والا دي ايه ده اللي هو اختصار يعني متوسط التشغيل اليومي على خلال خمسين سنة. طيب ايه بقى الكلاس دي تيلي اللي احنا بنتكلم عليهم? هو الكود عامل آآ يعني كلاس كتير على حسب انت نوع المنبر بتاعك ايه? فمسلا بيقول لك هنا في اول واحدة دي ده او راح يقول لك كلاس ايه او كلاس بي وهكذا طيب احنا الكلاس بتاعنا ايه? احنا اخترنا يبقى اول واحد ده ايه ده لو انت طيب احنا عملناه ده هتلاقيه هو كلاس بي قال لك له ربعة واحدة ده ge pate metal in members without attachments واكمل تمام لك built up plates or shapes connected by continuous full penetration or by continuous fillet wheels carried out from both sides without start stop position parallel to the direction of applied stresses يعني قال لك لما يكون البيز متل بتاعك في الممبر ده وزود ايه يكون يعني يكون ده عبارة عن متجمع مع بعض. طيب متجمع بايه? هو قال لك متجمع عشان تجمع دي ببعض. يا انت مستخدم وبرده بجمعهم مع بعض. انت ايه ان كان بقى شكل اللي انت عمله وعمل ازاي? بنانة على تخنات اللي عندك. تكلمنا فيها في فيديو بتاع الايه? بتاع اللي حماد. طيب فاحنا بتاعنا كلاس بي. بنانة على الاتنين دول بقى المعلومتين دول اللي هو والكلاس بتاعنا يقدر نحدد النومنال. فاحنا قلنا مع بعض كأن احنا كلاس بي والنومبروف سايكلز بي باتنين مليون. فتنزل كده تحت تلاقي ان النومنال عندك وان بوين بالك من بتاعتها اللي هي يبقى ان اللي احنا عارفنا اللي احنا عارفنا لان النومنال كام وان بوينتو سيكس تن بر سنتيمتر سكوارد. ده بنانة عليه? ان احنا بي. وان احنا بتاعتنا كام باتنين اليون. طيب. ده عظيم. وبنانة عليه بقى. الاسترس عندك مع النامبر وف سايكلز لو احنا رسمنا اليوم كده. ايه اعلى استرس ممكن الحديد بتاعك ده يوصل له. او الممبر بتاعك ده يوصل له. على حاجة ممكن يوصل لها. لما تحمل زائد اللايف لود. مظبوط كده. يبقى انت ده اللي هو كان ايه? كان الانوية اللي هو كده كده موجود. اللايف لود ده اللي هو الحركة بتاعت العجرة نفسها. طيب فهتلاقي ان الشكل بتاعك بيبقى عامل كده. ايه هو الميليموم استرس اللي عندك هو بس انت مش محمل حاجة. كده كده هيبقى موجود. فانت لو حركت قلت ان زائد اللايف لود ده كده. از انه هو الماكسيموم استرس. ماينوس بس. از ان هو الميليموم. فهتلاقي ان الديد لود ده بيروح مع الديد لود ده. وهتلاقي هو السترس الوحيد عندك هو اللايف لود. فالسترس رينج الاكتشول هو بيسوي ايه بقى? هو بيسوي عادي ام في واي على قوي. طيب انهي واي بقى. طيب ده يرجعنا للشكل ده. هو انت فين عندك لما لما المومنت بيبقى شكله عامل كده فين عندك الكمبريشن وفين عندك التنشن. قلنا ان ده الكمبريشن وقلنا ان ده التنشن. ففين بتاعت التنشن هي اللي تحت. فانت بتتكلم على الواي ده. الليه الواي بار. او اللي احنا كنا حاسبينه اللي هو الاس اكس او نظبوط. طيب. طيب بقى ايه هو اللي انت بتقرم بي ده? طبعا هو اللايف لود. خلي بالك زي ده. خلي بالك ان هو وزاوت يعني ما تضربش في واحد وستة. يعني ما تضربش في واحد وستة. ده بنتشكه. طيب. طبعا على الاس اللي احنا زي ما قلنا عليه. ده بواحد بوينت اين ستة طن. لازم الاف اس ار. اللي يطلع اللي هو تساوي الاف اس ار. انه اللي هي بواحد بوينت اين ستة. طيب ما تنساش ان انت اكيد جايب ده او جايبه بالمتر في طن. ما تنساش تضرب في مية عشان تحوله لسانتي. ده كمان يكون انت جايب الاس اكس اصلا بالسانتي مش جايبه بالملي. طيب طيب لاتشكل بعد كده وطبعا تشك دفلكشن. انت شكل بتاعتك بتبقى عاملة كده. ابقى احنا بنجيب دفلكشن ديوتوب. خلي بالك. يعني ده طيب. انت الوقت عايز تجيب عندي النقطة دي. فانت عندك في الحقيقة حل من حلين. الحل الاولاني انك تروح تجيب المومنت تروح تجيب بقى الدفلكشن بطريقة وانك تعمل تجيب المومنت هنا. وتجيب المومنت هنا. وتوصل. وتروح رايح جايب الرياكشن ده. وروح جايب الرياكشن ده. وانت طبعا معك الرياكشن ده. وتروح تجيب المومنت هنا. وتجيب المومنت عند النقطة دي. طيب وشغلنا كده. فانت ده ده وانا احنا شرحناها قبل كده شرحنا الكلام ده قبل كده. طيب او انك تروح يعني دي حاجة موجودة فعلا بس. ممكن لو انت طالب او حاجة ده كترة ممكن ما تحبش انك تعمل بالطريقة اللي انا هقول لك عليها دي. يعني ايه? بيحبوك تتحل بالكونجيجيب بقى ويعني وتثبت انك انك فاهم او بتاع. طيب انت عارف طبعا المسافة ما بين العجلتين قد ايه? لو هنقول انها اسمها اكس مسلا. واخد بالك. فالمسافات المبقية الايهات دي هتبقى بكام? لو ال ال ده اللي هو طبعا الديستنس بتوين سيستمز اللي هنقول لو هي اس سا مينوس اكس. على اتنين. اتباهية دي الايه والايه. طيب قبول انا عليه الدلتا الاكترال دي هتساوي ايه بقى? في المسافات الطرفية اللي احنا في الاكسامبل ده مستميناها ايه? على اربعة وعشرين ايه في اي اكس. طبعا اي اكس انت حاسبها لشكل الكاميرا بتاع بك انت كده كده هسيبها. في ايه بقى? في تلاتة. ال ال او ال ال او هنسمي دلوقتي الاس بقى. او عشان يعني هنسمي ايه مع بعض ال ال سكويرد ماينوس اربعة بردو من المسافة الطرفية اللي هي اسمها ايه دلوقتي? هي دي الدلتا الاكترال. الدلتا الاكترال بتساوي الاسبان على تمنمية. طبعا لازم دلتا الاكترال. تبقى اللي مين عاو تساوي الدلتا. طيب. طيب دلوقتي عايزين نعمل بقى ايه? ديزاين. اللي ما بين الفلنج والويب. يعني عايزين نعمل ديزاين لده. عندك في الاجزاء دي. عايزين نعمل لهم ديزاين. هيبقى ديزاين بقى بنانا عليك. طيب. عايز بس اذكرك بحاجة. وهي حاجة اسمها الشير فلو. ايه بقى الشير فلو ده? طيب لو انت عندك كيوب كده. والكيوب دي احنا افترضنا ان عليها او على بتاعتها. شير بالشكل ده. فانت لو افترضت ان هو بس شكل شير فورس عامل كده. فطبعا هنفترض ان فيه كابل هيحصل كده والكيوب ده هيتلب. صح كده? فلازم ما هنفترض ان فيه شير فورس وفقية. قد الرأسية بتمنع الكابل ده عشان تبقى في عكس الاتجاه. يعني لو يحصل كابل كده نتيجة الشير. لازم يحصل كابل عكسه تماما عشان خاطر يمنع القلبة اللي عايزة تحصل للكيوب دي. دي فكرة يعني من الاخر لو انت عندك شير فورس رأسية بنفترض بالزبط ان انت عندك شير فورس افقية بتسويها. ليه? عشان خاطر نفترض ان الشكل ده ستيبل. طيب. فبنان عليه هو ده اللي هنعمل عليه ديزاين. يعني ايه? يعني انت عندك شير فورس رأسية. تمام? هنفترض ان لازم هي هي يتكون في المقطع ده. في المقطع ده كده. شير فورس ادىها بالزبط. تمام? طيب. واحدة واحدة. الحوار بقى اللي بتكون او الاسترس الافقية اللي بتتكون دي بنحسبها ازاي? بنحسبها من المعادلة دي. اللي هو الشير اللي عندك في اس على ايكس. كده كده عارف الايكس بتاعت البين بتاعتك وعارف الشير اللي بيقصر. مين بقى لسه ده? ده بيسموه اللي هو يعني بيساوي ايه? بيساوي الاريا بتاعت الشكل اللي هيحصل عنده كسر اللحمات دي في الشكل ده لشكل ككل. طبعا واحنا بنحسب السترس ده لكل سنتيمتر لجوه. ماشي? يعني الشير اللي بيقصر على كل سنتيمتر جوه في البين. طيب. فالسترس او الاس ده بتساوي ايه بقى? بتساوي ارية الشكل اللي احنا بنحسب ده عنده. او الشكل اللي هيتكسر عنده. اللي هو الخط اللي انا شده ده. هو ده اللي احنا عايزين نحسب عنده. الاس. فالاريا بتاعت الشكل ده كله بكام? هي البي فلانج. او البي اوبر فلانج. في التي فلانج صح? في بعد سي جي الشكل ده عن السي جي التوتل. يعني لو احنا هنسمي دي كده على بعض اتش توتل. زي ان الاتش التوتل دي اللي هي الاتش ويب زي اتنين تي فلانج صح? فهتقول لي في ايه بقى? احنا عارفين ان المسافة من هنا لحد سي جي ده اسمها واي بار. فهتقول لي اتش نقص واي بار. من هنا دي اسمها التي فلانج على بعضها كده. التخانة دي على بعضها اسمها تيف لانج. فاحنا لو جينا ماينسنا تيف لانج على الاتنين. مش هنبقى غلطانين صح? انت كده حسب الاس. طيب. احنا نفترض ان الشير فورس دي رايحة في اللحام. يعني هتروح كده في اللحام. مزبوط فاحنا لازم نشوف قدرة تحمل اللحام قد ايه? اتيجتها? اش هو ده المفروض? مش احنا قلنا كده في درس اللحام? ان انت لو عندك شكل اللحام بيبقى كده. فانت عندك الفرس لازم تعدي في الفيس اللي فيها شير. مزبوط لازم رد فعل الشير ده رد فعل الفيس ده. لتيجي تشير لازم يبقى اللي من او يساوي يعني لازم اللي انت بتأثر بها دي تبقى اللي منها وتساوي بتاعة الارويلد صح? اللي هي كانت في بوينت فور الف في القرية بتاعة اللحام. طيب. فاحنا هنعمل التالي. احنا هنفرض ان التاو هي هي يعني هنفرضه من الاتنين بيساوي بعض. تمام? طيب. فانت عندك التاو دلوقتي بقى بتساوي ايه بقى? برضو هي هي. يعني التاو كانت بتساوي الكيو في الاس على اي اكس. برضو هنفرض ان التاو بتساوي قدر التحمل اللحام للشير اللي هي فاي. الاف فلتمت فيه. طيب. انت عندك فيس لحام اوه. وفيس تاني اوه. يعني الحتة دي كده باس صح? طيب. انت عندك اتنين من اللحام. قد ايه بقى طوله جوا? احنا كده كده جايبين التاو طن لكل سنتيمتر طولي. فاحنا هنفترض ان احنا بنجيب لصمتي متر لجوه. طيب. الكلام ده ايكول في بوينت فور الاف في اتنين من اللحام. الفاي دي بكمب بوينت سبن. انت لو سويت اللي اتنين تاو ببعض اللي هي الكيو فيس على ايكس ايكول الفاي بوينت فور الاف فالت متل الحديد خلي بالك. العسب الستيل جديد اللي انت مستخدمه. في اتنين بتعرف تجيب اوه. سأل لك ده ما يقلش عن بوينت ايت سنتي. طيب. طيب. اخر حاجة عزي نتكلم عليها هو هو المونوريل. هو مسامينه المونوريل ليه? لان هي مش عجلتين. ده هي عجلة واحدة بس بتبقى. بتتحرك يعني انت في عندك في هنا عجلة. اوه الريل كده تبقى عاملك كده وبقى فيه. الشكل الهوك بيبقى عامل كده. الخطف نازل هنا كده فهو عشان كده اللي احنا عاملينه هو التحت. هو ده اللي عندك. طيب ساعتها هتبقى جاية في انهي بقى ساعتها مش الفلانج اللي فوق لأ ده الفلانج اللي تحت. عشان كده احنا مكبرين المرة دي الفلانج اللي تحت. طيب. ايه بقى اللي عندنا طبعا اللي هو بتاع الكاميرا اللي هو انا هتبره من بوينت ففتين لبوينت توتم في رمية الرم. يعني هو ما لوش غير بتاعه. فطعرف انت بمنتهى السولة تروح تجيب الام او اللي جاي من هو الاون ويت. في اس سكويرد على التمانية. والكيو ده اللي هو اللي هو الاون ويت. في اس على اتنى. طيب اللايف لود. اللايف لود دلوقتي انت ما عندكش غير هو واحدة. هتحطها انت في النص بالزبط. يبقى ساعتها ما تجي تقول ام لايف لود. هتبقى ايه? البي ماكسموم. في اس على الاربعة. ساعة هتعرف تجيب تروح تجيب الكيو اللايف لود برضو. هو البي ماكسموم. الاتنى. طيب انا ههمني اول يونت فده هتبقى ميتر طن. ده برضو متر طن. وده هيبقى بالطن. طيب كل حاجة زي ما انت عارفها. طيب لو انت عايز تجيب الشير خلي بالك. سوري هي مش هتبقى كده. انت عندك المونوريل ده هو برضو بس بيتحرك. طيب انت عشان تجيب الماكسموم هتوقفه في نص الكاميرا. عايز تجيب الماكسموم شير هتروح رايح موقفه فوق بالزبط. فساعتها تبقى بكام هيبقى لطول بالبي ماكسموم. طيب. والديزاين باليوز زيها زي آآ الكريم برضو. زي الكريم دراك جيرتر. طيب. الضيماينشن زي ما قولنا انت عشان يجيب الضيماينشن برضو زي ما قولنا في الكريم. ده الضيماينشن يعني طيب. ايه اللي تشيكات اللي انت تروح تعملها طبعا اقول تشيك ما تنسووش هو اللوكل او طيب. هتتيجي تانية تشيك بقى بتعمله تشيك بلنينج. طيب انت عندك نتيجة اللي كان لتحت كده فانت هتلاقي عندك هتبقى بتعدي الشكل ده. طيب. ونتيجة اللاترال تشوك اللي كده هيبقى عندك ام واي هنا. طيب. نتيجة الام اكس هيعمل فوق كومبريشن. عند فتتشيك عند اي نقطة. يعني دي كلها جاي لها كومبريشن. فانت هتروح تتشيك عند النقطة الاولانية دي دي خلي بالك كومبريشن فلانج. كومبريشن فلانج يعني معارضا ما يحصل لها لاترال تورشنال باكلنج. فالانسوبرتد لينز طبعا بس. فلازم تروح تحسب اللي بي اللي هي تمانين. على روت الفيلد. وساعتها تروح تحدد الفاي ام منو من البتاعتك. لازم تطلع اكبر من او تساوي ام او تمت. طيب. طبعا احنا شرحنا كل الكلام ده في الكرين. في الوفرهيد كرين عما ده. طيب. نقطة اتنين دي. نقطة اتنين دي بقى عليها ايه بقى? طيب. بقى عليها جاي من الام واي. وبقى عليها تنشان جاي من الام اكس. طيب. برضو هتروح تتشكها انتراكشن ايكوشن. يعني لازم تروح تشوف الام مالتيميت اكس. على الام ريزيستنس اكس زائد الام مالتيميت واي. الام ريزيستنس واي هي علمنا و تساوي الواحد. صح كده انت معاك الام مالتيميت اكس والام مالتيميت واي. الام ريزيستنس اكس بتساوي ايه? او هتجيبها ازاي? طبعا دي بالنسبة لها هي تنشان. يعني مش هيحصل. طيب ساعتها الفاي ام من امنا البكام. ساعتها الفاي ام من امنا هتبقى بفاي. بالام بلاستيك او في زد اكس. طبعا ده لو هي عشان هي لو نعم هتبقى دي بتتبدل بالاس اكس بس عشان انت بتتشيك عندنا انت تحت. طيب الام ريزيستنس واي. هل في هحصل حوالين مفروض انت عندك الاللي بي دي. تاني احنا برضو قلنا الكلام ده. هو تمانين مل ار مينموم. طب انت عندك اصلا اه اه لما البننج بيجي في المحور القوي الكاميرا بتهرب للاتجاهات ضعيف. طب هو اصلا جاي في الاتجاهات ضعيف. هل هتهرب في الاتجاهات القوي لا? فساعتها بالنسبة الام ريزيستنس واي. هتبقى الفاي ام نومنال دي بالنسبة للاكس. طيب بالنسبة هتبقى عادي برضو. هي في زد واي. بالنسبة للشيب اللي هو اللي تحت ده. ده هي لو نان كومباكت. لو تبقى طبعا اصلا برضو بالنسبة للشكل ده. طبعا احنا شرحنا كل الكلام ده. وهترجع التعوض في الانتراكشن ايكواشن. طبعا للشيكشير. احنا شرحنا يعني ما فيوش حاجة للشيكشير. طيب. 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 احنا يعني بنقول اللي احنا مفروض نعملها او مش مفروض نعملها. طيب. الشكل بعد جديد احنا اتكلمنا عليه في هو هو الويب بس انت عندك المشكلة ان انت عندك كنت بتقول ان جاي على الويب. طيب. فجاي على الويب دي فانت خايف على الويب. بس انت عندك المشكلة ان دلوقتي بتشد الفلنج. مش بتأثر على الويب. فانت عندك التشيكين بتقول والويب دي انفالد اصلا. يعني مش ما يصحش تعملهم. طيب. ايه اللي تشيك الجديد اللي لها يظهر? مكان مكان التشيكين دول هو الوكل باندينج. وده برضو تشيك من التشيكات اللي هنعملها في طبعا هو طيب بساعتها انت لازم تقول ان تبقى عالة منها وتساوي الفاي في اه نومنال او زي ما الكوب يسميها ار ار. طيب. طبعا الكوب يسميها ار ان مش ار. طيب. طيب بساعتها الفاي بتساوي كم? بتساوي والقارنو منها اللي بتساوي سيكس بوينتو فايف تو فلانج سكويرد فيه طبعا التي فلانج اني تي فلانج طبعا لو انت مغير الابر غير اللور اه طبعا نستخدم اللور لان هي دي اللي بتتشد يعني شكل اه الشكل اللي بيحصل بتاع الفلانج لوكل باندينج ان الفلانجات بتبقى عاملة كده. طيب فبنيجي نقول ايه? بنيجي نقول ان تي فلانج هي اللي معاك اللي هو طيب. طب لو تلع معاك بقى انصيف. ايه الحاجة اللي ممكن تبقى لو غيرتها? تغير في بتاعة المعادلة. طبعا انك تغير الحديد اللي انت بستخدمه طبعا مش هتغيره. طبعا على المشروع اللي انت بتعمله. او انت لو في مسألة ولا حاجة. فهتكبر في التي فلانج. ممكن تكبر في التي فلانج زي انك تساوي الاتنين ببعض. حط الاتنين بقى كده ايه? وصد بعض. يعني تقول الارالت متل اللي هي واحد وستة في بي ماكس. واحد بوينت اتنين خمسة في ستة بوينت اتنين خمسة في تي فلانج سكويرد اففيل. وتبقى ده الامنون الوحيد اللي عندك وتجيت التي فلانج ال ايه? الريكويرد. او تاني حاجة يعني اول حل انك تعمل ايه? تاني حل انك تحط ستيفنر. طيب. طبعا هنا بيبقى فيه عجلة وهنا بيبقى فيه عجلة فانت ممكن تحط ستيفنر. بالشكل ده. طبعا ايه? هتاخد بالك من الفلد. طيب. طيب اللي تشكت اللي بعد كده انت الفتيجة عندك كده كده فهتعمله الديفليكشن برضو هتعمله. والديزاين كفلة برضو هتعمله. فدول هتكمل وتعملهم زي بالزبط ما احنا قلنا الوورهيد كرين. ترجمة نانسي قنقر